هنمر مرور الكرامة على الأخبار الرئيسية التي نزلها في إيرانيان جونال ميديكال فيزيكس نرى أن الناس تتكلم على إيه وتنشر على إيه وتتبع الأخبار ممكن ربنا يقدرنا على فعل الخير بيقول لي بلستة وأنه ممسوطة يعني أنا بعيد للأخر بانتظار الأخبار الرئيسية التي تتحقين على إيه وتنشر في الناس بس فاكتور فيها هي الناس ويضران فيما يستطيع التعليق بشكل البيمس و الوظة ، ورغم ان العنوان يبان منطقي ، وهكذا يتبان عادية لكن لاحظ ان الوظوى بشكل يكلم Salah بشكل يحسى ان ايه اذا اكتشاف عزيب الناس 10 الفيديوة السبب انا لا اضع الوظمي هل الوظمي سيزيد كذب و زود الوظة السبب طبعا عايزين ما انا بفتح شبابيك زيادة تدخل فيها ريدياشن هشعع البرست صحة بس هشعع برضو الوربنزات ريسك اللي هتيجي بسكتي بس بيبهرني صياط التايتلز دي في مواقع على فكرة في الارتفاشل انتلجينس بتساعدك انت تحط certain paragraph وتقول انا عايز اكتبه بشكل technical وبعدين ترجع تقوله لا انا عايزه وصفى استكيته technical نا مهتمين قوليه في تعليقات واقولكم جزء منها الماموغرافك بريست دينستي assessment using artificial neural network الماموغرافك بيتعمل به تست للبريست الحالات لها بتبقى شايفة ان فيه حاجة مكركعة يعني من الفحوصات الاولية للبريست كانسر والدكاترا بتشكف يعني لا تصق تمام الثقة في قدرته على تمييز وجود enlarged lymph nodes في ال young age علشان دينستي البريست بتبقى عالية فعشان كده هو مش ركومندت حتى لو مدام اصغر من 40 مثلا علشان بيبقى دينستي بريست اليورل نتورك والارتفاشل انتليجنس دلوقتي يقدر يمييزها بشكل اكثر دقة فهو بيقول ماموغرافك ماموغرافك بريست دينستي assessment باستخدام ارتفاشل انتليجنس سوفتوار يعني هو جاب ارتفاشل نيرون نتورك سوفتوار يقدر يقول هالي الانلارج منت اللي ظاهر في الحتة دي منطقي ده قبطو ان البرست نفسه دنس دنسي يعني كسيف يعني رسم البياني اللي كان بين الدوز والفوليوم هل ده ممكن اعرف منه بالقياسات الفيزيكس والبيولوجي بتاعتها من الوقت المستقبل الى استقومات 3D و الانتقومات المتحصلية مع المستقبل الانتقومات المتحصلية و الانتقومات المتحصلية وهو اللذي أنشأوا مش عايز أقول البجينينج لأن فكرة إن حد كانت مضبط في الحتة دي فآيا كانت تطوئ المستخدمه حتى لو شغال على اكسل فهو هيفضل تكنيكة يحترم جدا إنما يعني برضو إيه بصوا جورنال الإيرانيان جورنال من الجورنال الكويسة يعني هو أصن كوادرت فور على آخر مرة كنت بسيط على الكوادرت بتاعه ورغم كده they are paying interest علي إزاي بيوصاغ التايتل to increase its chance في البابليكيشن الهالسيون الجانتري جديدة شكلها مدور كده مش زي اللينير أكسليراتور العادي لو كنتوا مشوفتوهيش قبل كده ففي موقع اسمه treatcephaly.org treatcephaly.org ينزل فيديو سكان منزل فيديو جميل جدا على كميشنك بتاعه والكاليبريشن بصراحة كنت شوفته بس يمكن من سنتين ولا حاجة بس هو ممتاز ذيميو برضو علينا حاجات healthy blender accelerator بس الفليديو بتاعته أحسن وفيه مميزات كتيرة بينه على الموقع بتاع treatcephaly.tv are interested بصوا عليه use of manganese supplement as an alternative to oral contrast agent for gastrointestinal tract magnetic resonance imaging في الحتة دي ما عايزة أقول لكم على حاجة لحظوا انه بقارنين مش حتة قاعدة لوحدة بقاعد معينا يعني بيعتبروا ان الجوينينج اللي بيحصل لي بالنسبة لدكاتية الانكولوجي بارا دايما شفت في مقال حلو كنت قررته في الموضوع ده هكتبه لكم يعني هكتب الحضرات كلاني اللي ننك بتاعه المهم يعني المنجنيز supplement and artificial intelligence of oral contrast agent لأورام المسح الزر رانين المغناطيسي في القناة المعاوية brain nucleus changes in cognitive disorder examination by quantitative suspectability mapping technique ده الموضوع السيدس اللي هو كلمه علي والانثرومورفي هيد فانتم هيد فانتم prototype for measurement of geometric distortion in magnetic resonance imaging system فاللي انا فهمها يعني من العنوان انه هو جايب ثرومورفيك فانتم فانتم زي البني ايه ده انا عرفها في ال radiation therapy حتى اقولوك على حاجة في مكان ما كده كان يخص الاطفال فكان الفانتم ده بتاع اطفال فكانوا مسميينه اسم كانوا مسميينه تقريبا رومي ولا اسم كده فكنت كل ما قولي الدكتور يقولي ده زي رومي فكنت فاكرة رومي ده واحد مهم اعتاري رومي ده يصد الفانتم اللي هو فشاب بولا يعني جسم طفل متقطع سلايضات كده هو بلاستيك مش بني ايدا متقطع سلايضات فانتم مهم يعني انت بمارفك هيت فانتم الجزء بتاع راسو ده يعملوا بروتو تايبنج ويقيسوا بيها Geometric distortion يعني يحطوه يعملوا بيرانين يشوفوا التشتت 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 اللي هيحصل في البريل بس هما بعد دوت مش بدياترك ده قدلت يعني لما انا فاهمة من العنوان لو انتم مهتمين بعنوان من دوان صراح في عنوان كتير مهتمة فيها فانتم مورفك هيتيروجنس فميل بيلفك اخدوا بالكم فانتم فور ديزماترك فارفكيشن او ادفانس رديو ترافي احنا بعد دلوقتي فانتم برضو فهو فانتم على قد يعني اللي بني ادم بس احنا في البيلفك ريزن وفي البيلفك اللي هي منطقة الحوض في الفميل في اتنين بون مساحتهم كبيرة ما تقدرش تتجهالهم يعني ما تقدرش يعني لو فانتم ده يونيفورم كله بيعتبر ان الوسط ده مية فانت هتقابل وسط كبير الدانستي بتاعته اعلى بكتير اللي هو البلفيك بول وهتقابل وسط الدانستي بتاعته اقل زي ريكتم والبلادر مسلا هو بقى هيقول عمل ديزاين وديفلوبمنت قام بانشاء انثور مورفك هتيروجينس هتيروجينس يعني هيعتد بهذه هتيروجينيتي هتيروجينيتي اللي هي عدم التناسب مسلا او هتيروجينيتي يعني غير بصوا ان شاء الله اذكر ما عرف ان هتيروجينيتي يعني عشان انا مش حاضرني العربي بتاعها يعني فانتوم فور دوز فريكيشن عشان لما اجي اعالج علاج اشعائي في الادفانس التكنيك ابقى حطيت في اعتباري هذا الاختلاف في الكسافة بس كده خلص دول الكام عنوانا اللي نزمه في الارانيان جورنل اوف ميديكال فيزيكس لو دخلته بقى واحنا ما فيه انه هو افاليبول والتايتلز كلها بتابع اوپن اكسس فانت لو اشتركت زي ما حدك شايفين كده اي لينك هزهر عليه يطلع لالبيدي اف بتاعه وانت تقدر من برا كده تبص عليه يعني تبص على التايتلز فتعرف هما بينشروا في اناه مواضيع بس هو كوريتب ميديكال فيزيكس عمو من سي تي و ريجيشن تيرابي ونويتو حلوان واي واحد من دول هتختاره هيزهر لك الفول تكست خلوة سعيدة بس كده مع السلامة اشتركوا في القناة